طب ماتشين زي دولة كابتن بأي ان كان بلا هيبقى متواجد نتائجهم واداءهم يديك يعني عن ال... يديك مثلا تفكير عن المستقبل بالنسبة لل... بص انا من دلوقتي وانا خايف من الراجل لا انت خايف منه؟ اه من اول ما جيه ونزل الاندية ويلف على الهينة ويلف على الهينة يعني مش عايز اقول كلمة نقولها فيما بعد بس بعد الماتشان يعني الراجل بيكتهد يا كابتن مش يكتهد اوان تبينزل نشوف ايه مشاكل خلي بالك وبرضو الراجل جاي مش بس عشان درب منتخب عشان نتناقش مع اتحاد الكرة ويرابطة الاندية للنظام المسابقة ده ايه اللي يرأي يبقى فيه نظام الفترة اللي جاية يا عم ما فيش الكلام ده يا عم والله ما فيه الكلام ده الكلام ده ده يحكي عدقوني اللي هو يقول لك هيجي ويعمل ويرتب وينزل كان نزم في البرتوغي احنا كلنا دايما بين الكاتب بنتكلم احنا عايزين حد يجي يحطلنا اسس وشكل مختلف للكرة طب وده مش عارب لا طبعا اللي احنا بنشوفهم في الدوريات هتقدر تجيب انت واحد زي جوارديولا لا لا ما فيه 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 مدارس زي كده ومش شرط الجيب جوارديولا ما فيه فيه مداربين زي كده وعملين زي كده الكرة الحديثة الكرة اللي هي تلأمك الكرة اللي هي تمشي معاك انت اصلا ما ينفعش ان انت تعمل هلا هوب دي مش بتاعتنا وانت ايه اللي ايه من كابتن حسن شي حتى اللي خلاك تفوقت على اي فرقة في افريقيا او عالمية ساعتها عشان برضو كان معاجل كويس لا برضو كنت بتلعب كرة على الارض من رجل لرجل فدي بتتعم ماشا امكانات اللعيبة برضو ساعدتها يا حبيبي لا اما انت عندك فيه فيه دلوقتي مثلا تكيس ما هو ماسك فرقة بيراميدز وقت بالك الفرقة فيه كان قبل ما ييجي فيه لعبة ما كانتش بتعرف تباصي دلوقتي اجبار كله بيباصي حتى حارس المرمى انت عايز كده انت عايز مدرب من النوعية دي لان انت كجماهير وكستايل وككورة يعني انت مثلا ما انت ايام هارس ما انت كنت لسه طالع صغير احنا كنا بنبقى ليصين عشان الكرة بتتشلت يا فروق لما بدأنا نحطه كرة على الارض والكلام ده بدأت تبعان امكانياتي امكانيات عبداليل وليد صلاح الناس اللي هي هو بس ايه انت جاء تعب شوية ماشي بس لما لما انت بتطلب من اللعيب اللعيب عنده بس انت اطلب منه طيب ده انا فيه مدربين ببقاعد اول ما بتجي في الثمنتاشر يقول له ايه شهيد شهيد ايه عم ازا كانوا الحارس المرمى بتفقيتها منه وكلش يقول ورغم كده المدرب يقعد يساقف له اللي بره عشان عده نظام